بسم الله الرحمن الرحيم. درجة هنشرح ايه اللي بيتم اثناء المشروع في مجال البيم. وهنبدأ نشوف ايه الخطوات. تمام? اه الورقة دي من الكود البرطاني بس 2192. اه هنشرحها بسيطة وبعد كان نبدأ نتعمل فيها. اعساس ايه الموضوع يبقى سهل. بالنسبة لي البداية دي البداية الاسسية. اللي هو ان انا بقعد مع الملك. بيقعد معي ويقول لي انا عايز كذا 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 كذا. تمام? فبابدأ اكتب الحاجات ديات وبعارف الملك هو عايزيه. مش اللي انا عايزه. لازم ااخد الملك عايزه. بعد كان اشوف ايه اللي هنفع ويلي ما نفعش وابدأ اعمله. تمام? او ممكن تكون البداية من هنا. يعني كون في مبنى فعلا موجود. وبعد كده هو عايز يحط شوية يعمل موديل ليه. بحيس ان هو يعرف يعمله ادارة ليه. تمام? يبقى هنا لو في الاول خلص في اول مشروع عنده حتة ارض فاضية وعايز يبنى عليها. فبعد معي اعرف اللي هو عايزه. او من هنا او بريشن ستارت بعض معيه واعرف اللي هو الموديل عايز وعايز يعمل ايه وهاشتغل ببرامج ايه في الفاصيلة منجمنت. وعمل له موديل اسمه اسيست انفروميشن موديل اي 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 ام. تمام? هنا بعمله بروشيكت انفروميشن موديل اللي هو البي اي اي ام. تمام? بي. 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 مش مش البي الخفيفة. تمام? طيب. انا دوقتي بعد ما عادت معيه. لسه ما خدتش المشروع. فبحط له اا بم اكستوشن بلان. الخطة اللي هنمشي عليها. خلاص خدت العقد وكده بعمله مستر انفروميشن ديليفر بلان. ده بيبقى فيه التوقيت. هنبدأ انسلمك امتى? تمام? وعندي مراحل بتاعت الشغل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بقى المشروع. من اول خلاص انا سلمته. وعملت ايه بابدأ ايه قدير المشروع. بيكون عنده المرافات اللي هادو كومنتيشن انهم جرافيك داتا الجرافيكال داتا. تمام? وفي كل مرحلة من دول لازم قعد مع السبلايرز ونتبادل ايه اللي هو عايزه? اللي انا عايزه ونتبادل مع المالك برضو. اه ونبدأ نتنقش. في كل مرحلة من المراحل. بتديره المرحلة اللي فات. تشوف المرحلة الجاية. هتقاله ازاي? وهي سلم ازاي? مع ان في خطة اساسية. اللي هي المستر انفورميشن ديليفري بلان. بس هون كن فيه اه تعديل او واعد حاجة معينة. فنبدأ نتنقش فيها. تمام? طيب تعال بقى ناخد الموضوع ده بالتفصيل. دي دي عبارة عن استراتيجيات. اتسهل علينا. وهت بدل ما كل شوية نحصل الاختلافات ويقول لك لا ده في حاجة مش مضبوطة. ده في حاجة مفروض انت تدين المعلومات كلها في اول شهر. تمام? بكل التفاصيل. لأ بنبدأ ننظم المشروع. تمام? هو بس عايز تفاهم بين بين اعضاء الفريق. والموضوع مبقاش خاص. مسلا لأ احنا شركة الكهروميكانيكا لشركة ارتكشرا. كل الشغالين في المشروع يكونوا منفتحين على بعض. يتبادل المعلومة مع بعض. كل الحاجات تبقى موجودة مع الناس كلها. تمام? ايه الحاجات اللي انا بكتبها? ايه إلي هيا ونوضح كل شيء لصاحب العمل وننقطط القرار قصية. ونسأل المشروع اهم ثلاث حاجات التكنيكل ايه هي منصة البرامجيات اللي نشغل عليها المانجيمنت اللي عميات الإدارية الكوميرشال اللي هي التفاصيل الفلوس بقى هي دي الاهم حاجة التكنيكل زي ايه صفتور نشغل بيه داتا اكشنج فورمات هنتبقى هذا بان برنامج باني امتداد غالبا اي اف سي الكوردونيترز الليفل اف ديتيلز لو فيه هو عايز ترينينج الجزء خاص بالمانجيمنت هنتكلم فيه عند الستاندرد الاستوكولدر رولز البلانينج السيكورتي من اللي منحقه يطلع على الحاجات ومن يغير ويعدل الكوردينيشن اند كلاش ديكشن بروسيسز الكوردينيشن بروسيسز المدر ريفيو ميتنج هاي بقى امتى الهيس اند سفتي اند كونستركشن دزاين مانجيمنت اااااااا اندخاع الهيس اند كا disaster east по российей ننتفق ازاي هننزو مندير المشلوه الكميرشهل اندفق عن time of data drops التعريف للبيمو يعني بيمس بشكل كمبيتنس اسسيسمينت دي اهم الحيات اللي لازم تكون نعرفينها المالك عايز ايه او متوقع ايه او بشكل لازم المالك نفسه اللي هو بيمثل المالك السياري خاص بالمالك يبقى عارف هنسلمه امتى وهنستلم منه امتى بعد كده البروكو يورمينت هنبدأ نحدد ايه الموارد اللي احنا نحتاجينها في المشروع دوت عشان نعرف نحط خطة العمل بيم اكستوشن بلان نحدد الادوار والماثوليات والسلطات والمعايير والاساليب وهيبقى من ضمنها البروجيكت امبلميشن بلان السابلاي تشين بعد ما خلاص حطينا البيم اكستوشن بلان هنبدأ ننظم هنسلم مشروع امتى اللي هو الامو اي دي بي اللي هو المستر انفرميشن دليفر بلان هنحدد البروتكول والاجراءات وكل مرحلة مرحلة مشروعة ميل هننفذها وهننفذ امتى ونعمل اسكادول وبيبتشمل التسك تايم انفرميشن دليفر بلان دي حاجة نشرح برده ورسبو نسابيلتي ماتريكس كل واحد مسؤول عن ايه وهيسلم ايه والحاجات ديه طيب بعد كاف كل عملية من عملات المشروع تبدأ في معلومات تفاصيل يعني ممكن في الاول بنبدأ بل او دي مثلا مية وبعد كافتين وبعد كافتين وبعد كافتين 300 400 500 دي اللي الاسبلت التسليم النهائي تمام عندنا في ست مراحل اللي هي الاستراتيجي البرايف الكنسبت الديفينيشن دزاين البلد الهند اوفر كلز اوت وفي الاخر الوبريشن البرايف فيه فكرة مبدئية الكنسبت بقى خلاص فيه مبدأ او قصص الديزاين التصميم مراحلات تصميم الديفينيشن مراحلات تعريف البيلد دي مراحلة البناء مراحلات تسليم بقى اللي هي الاند اوفر اند اكولوز اوت كده احنا سلمنا الماك المشروع بعد كده يبدأ بقى ايه الموديل اللي احنا سلمناه هو ده اللي هيبدأ اشتغل عليه طيب الوبريشن هنبدأ بقى يتمي مراجعة اداة المشروع مع المالك نفسه هو ده اللي عايزه هو اللي لأ لو في حاجة مش هو عايزة او حاجة نقصة بنبدأ نشوف ايه الحاجات وقال هي فعلا موجودة في العد ولا لأ ونحاول بديله نفس الحاجات اللي هو عايزة بالزبط ونبدأ ندرل المشروع في الموضوع الوبريشن دي فكرة السورة ديت لازم كل مرة بنقعد نتقابل في كل مرحلة ولازم يبقى فيه تبادل مع السابلاير وتبادل مع المالك بحيث ان احنا منقاش في المشاكل السابلاير اللي هو بيجيب لنا المواد الخام او اللي هو مثلا معانا في المشروع لازم يكون فيه تبادل مبقاش فيه كتمل الحاجة لان لو فيه كتمل الحاجة فنحنا نعملش بمي مفروض فيه مثلا موقع معين بنتبادل عليه الحاجات وكله بياخد بيتطلع على الشغل وكله شايف ليه صلاحية لو هو ليه صلاحية ان هو يشوف حاجة مثلا مهمته ان هو يجيب الديهان او يعمل الديهان مالوش دعوه بشغل الكهروميكانيكال فهو بيبقى ليه صلاحية يدخل مثلا على الحاجات الخاصة بالمعبارية اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط الموضوع كله بس محتاج ادارة او واحد فهم ادارة فهم بهم يبدأ ينظم المشروع عشان يمشي كويس اتمنى توفيه واتمنى الموضوع يكون سهل وبسيط وان شاء الله مكملين في شرح